طفل تاني حديث الولادة ماشي بتفحص راسه وتشوف ايه الفتحة حاجة اسمها الفونتانيل بتاعت ايه بتاعت الراس ساعات طفل يبقى الفونتانيل بتاعته دي انت مفروض لما تدخل يا دوبك الفتحة دي تدخل سبعين تحط سبعين كده هي ما قال سبعين لكن لو لقيت فتحة وسعها بتدخل اربع صوابع خمس صوابع يبقى دي فونتانيل كبيرة تب الفونتانيل الكبيرة دي ليه احنا مفروض فيه سائل جوه المخ السائل ده بيلف ويتصرف يلف ويتصرف لو بيلف وما تصرفش يتجمع 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 تبس تلاقي الدماغ دي بتكبر من اول حاجة تشوفها في الدماغ لما تكبر ان الفونتانيل دي او فتحة الراس تبدأ تكبر وتبقى بدل ما هي حجم سبعين تبقى ثلاثة واربعة وممكن تبقى خمسة والعي لدماغه كبيرة تبس تلاقي عمالة تكبر وتبس تلاقي الشعيرات الدموية العروق بتاعته تظهر تبقى زهرة لان عمالة الدماغ تكبر وتضغط على الشعيرات الايه الدموية يبقى حضرتك لو فحصت العيل حطيت ايه انت الاهل يتخيلوا ان انت بتملس على راسه انت مش بتملس على راسه وماله عشان تاخد الايه تاخد الايه تطمن العيل لكن في نفس الوقت وانت بتملس على راسه تشوف الفونتانيل دي فتحة كبيرة ولا صغيرة طب لو لقيتها كبيرة تعمل ايه بتسيبهاش بقى ايه اول حاجة تتابع محيط الرس بتاع العيل وتاني حاجة ابعثه يعمل موجات صوتية على الرس الموجات الصوتية دي مفيش منها ضرر خالص يا جماعة زي ان انت بتعمليها اثناء الحمل مش لازي بتعمل اشعة مقطعية ولا رانين لا اعملي موجات صوتية عند حد محترف موجات صوتية يشوف ايه فيه عندنا حاجة اسمها غرف جوه المخ اللي فيها المي او فيها السائل ده لو لقينا ان الغرف دي متمددة يبقى السائل ده فيه انسداد ما بيصرفش زي الحوت كده اللي انت فتح الحنفية والمسورة مسدودة المسورة مسدودة اللي هيحصل ان السائل ده عمل يجمع يجمع يضغط على الاخشية بتاعت المخ ويتكبر دماغه ويتكبر الفونتانيل وبص تلاقي العين بتاعته حاجة اسمها سانسيت يعني ايه تبص تلاقي العين بتاعته تقلب لتحت نتيجة ان الضغط جوه المخ بيزيد وبيضغط على عصب البصري يبقى الميا اللي انت حضرتك بشخصتاش نتيجة الفونتانيل الوسعة وانت ما ايه ما ايه ما شفتهاش او ما لقطهاش عمالة تكبر وابتلت ايه تضغط على الكشرة بتاعت المخ المياه بتضغط على كشرة المخ تقل الكشرة المخ تعمله ايه تأخر زهني فيما بعده وتضغط على عصب العين العصب البصري ده جوه المخ لما الموضوع بيتفاقم اي حد يشخصه يعني اي واحد ماشي في الشارع يشوف العيل ده دماغه كبيرة اذا بقى عنده حاجة اسمها هيدروكفلس او استسقف المخ انت بقى وظيفتك كطبيب اطفال انك تلقى تلقى الكلام ده قبل ما يحصل المضاعفات دي ما هو لما انت هتستنى لغاية لما دماغه تبقى قبل كده ما اي واحد ماشي في الشارع هيبص على العيل هيقول له عنده استسقف المخ بقى انت فرقت ايه كدكتور اطفال محترم عن اي واحد ماشي في الشارع ما اللي ماشي في الشارع لما العيل دماغه هتجمر اوه هيشخصه انت مسؤوليتك انك